في مكروب اسمه الحلزونة الحلزونة طبعاً الحلزونة يما الحلزونة طيب ديت المكروب ده علشان ان احنا نسيطر عليه نعمل ايه ناكل ايه ممتاز الاسئلة دي كلها حلوة على الفكرة تجدنا منع سوشيال ميديا وعزين نناول سادة المشاهدين معانا فريق عمل بيتابع السوشيال ميديا وانحنا على الهوى مباشرة دلوقتي ايه ده ايه ده بيخش على القناة المصرية صفحة القناة الاولى واكلة امي ونتابع مع بعض الاسئلة ونجاوب على مباشرة الجمال ده وفعلاً ربنا يخليهم بجد طب انا هنقول ايه اللي هنعمله وايه اللي نقدر نقوله بالنسبة لمكروب الحلزونة الناس كتير قوي باللي عندهم منحافة برضه يقول لك انا عندي مكروب الحلزونة او يعمله التحليل من غدون اشراف طبي يقول روحي كده المعمل يقول لي عملي التحليل فبيطلع عنده طب نتكلم جد بعد المكروب الحلزوني بيبقى موجود عند الناس معظمها كتير قوي امتى قدي علاجه لو العيان بيشتكي طب العيان ما بيشتكيش ده انا لقيته ما تاخدش حاجة خالص طول ما انت ما بتشتكيش يبقى ما ناخدش حاجة لكن لو بنشتكي نبتين ناخد علاج العلاج ايه بقى؟ اول حاجة منهم ان احنا لازم تحت الدكتور يعني الدكتور هو اللي يدهوني مش انا هروح لعند السيدالي يومي الدين العلبة فيها ثلاثة ادوية كده معروفة بناخدها لا ما ينفعش الكلام لان بيبقى فيه دواء يقلل الحموضة ودواء تاني مضاد حاوي بيتاخد بشكل معين بجرعات معينة علشان نموت الحلزونة ديت لان هي دي اللي ممكن تسبب تكريع وممكن تسيبها ألم في السدر بتيجي نتيجة ايه طيب؟ لا دي بتبقى موجودة في الجسم بتيجي ممكن أكلات معينة اللي هي أكلات الحريفة والكلام ده كله اللي هي الحدقة ممكن تبقى موجودة العناية بالنظافة غسل الخضار دي حاجات الأساسيات للعالم كله لكن ان احنا امنع اخد علاج وانا مش بشتكي ماينفعش لو بشتكي عندي نحافة نعمل تحليلات معينة منها تحليل البراز وتحليل الخضة الدرقية والأهم يا شيف مغازي الكلام ده مهم تحليل فيتامين ده اشتركوا في القناة